في أولى خطواته الزرفي يعاني من فيتو لقوى الإسلام السياسي الشيعي هل هذا الفيتو هو الخوف أم التخوف إذا جازت تعبير من السيد الزرفي أم هناك أسباب أخرى أنت وغيرك يعتقد بها أولا شكرا لكم وتحياتي لجمهوركم الكريم والنظيف العزيز شوف بلا شك احنا كنا في برنامج سابق نتحدث عن تكليف علاوي وقلنا في وقتها أن علاوي هو قريب من المعسكر الإيراني وقريب من القوى السياسية التي قريبة أيضا من المحور الإيراني اليوم العكس تماما الرئيس المكلف الجديد هو قريب من المعسكر الأمريكي ولذلك تجد أنت بيان الرفض كان سريعا لأنه المعسكر الإيراني كان واضح جدا أن هذا المرشح سيقطع أذرعته في موضوع الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة إلى آخره حتى لا نكون غير دقيقين في الموضوع ولا نعطي فكرة مغايرة نحن لا نقف معه ولا نقف ضد نحن نعرف جيدا وكانت لدينا اتصالات البارحة مع قيادات من المتظاهرين كانت تسعين بالمئة رافضة لتكليف المرشح الجديد وهذا هو الخلل الكبير الذي تقع فيه القوى السياسية والذي أكدنا مرارا وتكرارا أن لا يمكن أن يقسم العراق إلى معسكرين معسكر إيراني ومعسكر أمريكي وأن يكون الصراع الموجود فوق السطح هذه الضربات المتقابلة هناك صراع آخر تحت السطح ومن خلف الكواليس ويعني هذا هو الذي أتى بسيد عدنان الفرفي هو المعسكر القريب من الأمريكان